بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشابتر السادس بعنوان properties of sections moment of inertia في جزئها الأخير رقم 17 إن شاء الله هنا رح نشوف مع بعض simple problem number 6 نفهم فيه إزاي نستعمل moment of inertia of mass إزاي نحسبها وإزاي نطبق الparallel axis theorem بالنسبة للمass sample problem number 6 يتمثل في steel forging هذه هي steel forging وعايزين نحسب لها moment of inertia of mass بالنسبة للجسم هذا with respect to the x, y, and z axis وكمعتى عننا specific weight بتساوي اللي هي gamma بتساوي 490 pound divided by feet cube بالنسبة للحل الجزء الأول رح نتناول فيه تقسيم الforging هذا إلى ثلاث أجسام first cylinder second cylinder والprism ورح نحسب moment of inertia of mass بالنسبة لكل جزء ثلاث أجسام ورح نجمحهم مع بعض لكن طبعا هنا عشان تقدر تحول من محور لمحور رح نستعمل parallel axis theorem الفيلم الرحلة الثانية زي ما أشرت رح نجمع moment of inertia بالنسبة لكل مكون وبعدين بنتحصل على ال i x وال i y وال i z اللي هما المومنت of inertia for mass بالنسبة للجسم المعتى هنا let's compute the moment of inertia for each component with respect to the x, y, and z axis طبعا قبل ما أبدأ لازم أحسب الماس بالنسبة للسيلندر هنا الماس بتساوي specific weight اللي هي gamma ضرب الفوليوم على g طبعا نحن نعرف من قبل أنه mg بتساوي الوزن يعني الماس بتساوي الوزن على acceleration of gravity والوزن بيساوي specific weight multiplied by the volume ورح تحصل على القاعدة التالية gamma v على g طبعا هنا specific weight معطى وبالنسبة للفوليوم للسيلندر هنا هي الأرية اللي هنا اللي هي الأرية متاحة بتساوي pi multiplied by r اللي هو نصف القطر تربيع لو عايز تجد الفوليوم رح تضربها في المسافة الثلاثة اللي هنا وتحصل على الفوليوم متاع السيلندر divided by g اللي هي 32.2 feet per second square طبعا هنا احنا بنستعمل American system of units يعني بالقدم لو كنا بنستعمل متر لكانت هذه 9.18 لكن هنا زي ما عشرنا بنستعمل الفيت والإنش الـ 1728 هذي بتيجي من أنه واحد إنش بيساوي واحد الفيت على اثناش فالكيوب اللي هنا لو عملت اثناشر اس ثلاثة رح تعتيني 1728 طبعا هذه العلاقة بين الإنش والفيت وطالما هنا في كيوب يعني رح تأثر هنا وتعطيني 1728 الماس بتسوي النتيجة التالية 0.0829 pounds second square by fit أمر الآن إلى احتساب المومنت في نرشيا بالنسبة للسيلاندرس الأول والثاني بالنسبة لي حسب الثيورم of parallel access الثيورم هنا عندي نصف mA تربيع مع mY bar تربيع وطبعا هنا الآية المقصود بها هي نصف القدر اللي هي واحد إنش اهو عوضت هنا واحد إنش أقسمها على اثناش عشان نحولها للفيت ونفس الحاجة هنا بالنسبة للواي هي بتساوي المسافة من هنا إلى هنا هذه هي الواي bar وبتساوي اثنين إنش أقسمها على اثناش عشان نحولها من الانش للفيت والمسانة حسبتها هنا وطبعا كنتيجة نهائية أتحصل على الـ ix بتساوي 2.59 ضرب 10 أس نقص ثلاثة pound feet seconds square بنفس الطريقة هنا رح أحسب moment of inertia of mass بالنسبة لمحور Y وهنا لو بنرجع للجداول اللي شفناها في السلايدز اللي في الأجزاء السابقة رح نجد أنه بالنسبة للسيلندر بتساوي واحد على اثناش الماس ضرب ثلاثة أي تربيع مع L تربيع طبعا هنا ال-L هي الثلاثة هذه أقسمها على اثناش عشان نحول من الانش للفيت وال-A هذه هي نصف القطر وبتساوي واحد زي ما نشوفه هنا ونقسمها أيضا على اثناش عشان نحول من الانش إلى الفيت وطبعا هنا ال-X بتساوي 2.5 وهي المسافة من هنا إلى هنا هذه هي ال-X bar بتساوي 2.5 على 12 تربيع أتحصل على النتيجة النهائية هنا IY بتساوي 4.17 ضرب 10 أس نقص ثلاثة pound feet second square أيضا أحسب هنا المومنت في نرجة بوضع أكسس Z وهنا بتطبق نفس الطريقة وبعوض هنا ال-A وال-L وهي ال-Dimensions بتاع السيلندر هذه نصف القطر وهذه اللنث اللي هي ارتفاع السيلندر لو أردتم وبالنسبة ل-X bar تربية و-Y bar تربية هي عبارة على 2.5 والثنين اللي احنا استعملناهم المسافة من هنا والمسافة من هنا وأحسب ال-I Z أتحصل على ال-Final Result زي ما نشوفه هنا أمر الآن إلى ال-PRISM طبعا أنا احتسبت هنا المومنت في نالش بالنسبة للسيلندر هذا ورح تكون نفسها بالنسبة لهذا السيلندر والآن بقي لي ال-PRISM اللي هو هذا الشكل اللي في الواسط اللي بيجينا هنا طبعا أبعاد ال-PRISM هي 2 إنش و-6 إنش و-2 إنش يعني العرض والارتفاع بالنسبة لل-PRISM يعني العرض باتجاه Z وباتجاه X وباتجاه Y هذه هي الأبعاد IX نفسها بتساوي IZ لأنه هنا عندي 2 إنش وهنا أيضا عندي 2 إنش فنفسها IX بتساوي IZ وبتساوي 1 على 12 M B تربيع مع C تربيع أعوض هنا وطبعا نفس الحكاية دايما عشان تمشي من ال-إنش من 1 إنش بيساوي 1 على 12 فت ما تنسوش الحكاية هذه IY بتساوي 1 على 12 M C تربيع مع A تربيع أعوض هنا بجد نتيجة تالي وكون كده حشبت IX والIZ وهنا حشبت IY تطبيق مباشر للقاعدة طبعا هنا زي ما شرنا من قبل الآية هي 2 إنش والC هي 2 إنش والB هي ارتفاع لبرزم وبتساوي 6 إنش Add the moment of inertia for the components to determine the total moment of inertia طبعا هنا IX بتساوي 4.88 ضارب عشرة أس ناقص ثلاثة نفسها اللي هنا أو جبتها هنا مع الثنين يعني ضارب 2.59 اللي هي هذي متاع البرزم وهذي متاع السيلندر المومنت في نرش بالنسبة للسيلندر وضارب الثنين ينو عندي 2 سيلندر هنا وهنا هتحصل على المومنت في نرش about the axis X بعدين نفس الحكاية بالنسبة لل IY أجمع بالنسبة لل بريزم هذه البرزم المومنت في نرش بالنسبة للبرزم وهذا بالنسبة للمحور Y وهنا المومنت في نرش about Y بالنسبة للسيلندر وضارب الثنين ينو عندي 2 سيلندر زي ما اشارت هنا بالنسبة لل I Z اللي هي المومنت في نرش بالنسبة للمحور Z نفسها هذه أخذها هنا زائد هذه بالنسبة لل بريزم ونفس الشي هنا بالنسبة للسيلندر وعندي 2 سيلندر هنا وهنا يعني بنفس الطريقة بجد هنا الآي Z ب 17 تساوي 17.84 10 أصنق 3 pound feet second square شكرا على الانتباه